السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة هنعمل مع بعض الوافل بطريقة سهلة ومش مكلف جدا جدا وطالع في منتهى الجمال زي بتاع المحلات واحسن جمال طريقة اقتصادية وبجد طالع في منتهى الجمال ياريت لو انت اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشرفيني باشتراك ولايك حلوة كده من ايدك الحلوة ويدفع علي الجرس على الكل بجد الوافل ده طالع حلوة قوي قوي وما خدش معنا وقت يعني مجرد عشر دقايق وقال من عشر دقايق كنا مخلصين الكمية دي كلها الكمية دي كلها بكوباية ونص دي وبتين فقط لغير بجد طالع في منتهى الجمال يلا بينا نسمى اللي كده هو وندخل ونشوف الوافل بتاعنا دوت عملناه ازاي طبعا معايا الصندويتش ميكر بتاعي لو انت مش عندك الصندويتش ميكر برضو هتعملي الوافل طبعا القطع بتاعي الوافل دي اللي هي جوه الجهاز طبعا بتتباع سيليكون انت هتجي بيها وتحطيها في الماي كويف او هتحطيها في الفرن بتاع البوتاجيز يلا بينا نشوف كده هوت انا معايا بيتين معايا كوباية ونص من الدقيق معايا ربع كوباية لبن وبقيت الكوباية كملتها مية وربع كوباية من الزيت ومعلقة ونص كبيرة من السكر ومعلقة فانيليا صغيرة ومعلقة كبيرة بيكنج بودر انا هنزل بربع كوباية الزيت ومعايا معايا معايا ونص فقط لغير كبيرة سوى بودر او حبيبات مش هيفرق كتير يعني النتيجة واحدة وبتين فقط لغير تمام انا هنزل كده بمعلقة فانيليا صغيرة ولو فانيليا سعيلة يبقى نص معايا فانيليا سعيلة تمام ومعلقة من البيكنج بودر معايا كبيرة بيكنج بودر مكونات سهلة واقتصادية وكلها موجودة في البيت يعني بصوا لو هتحسبوا المكونات دي كلها هتلاقوها بجد مش مكلفة خالص يعني يعتبر ببلاش عملنا تمانية من الوافل ببلاش تمام بصوا انا عملتلكوا باقل الامكانيات اللي هو المضرب السلك طبعا كلنا متوفر عندنا المضرب السلك انا عندي المضرب الكهرباء بس لو مش عندك المضرب الكهرباء انا بوريك اللي هو هينجح وهيطلع حلوة قوي قوي تمام اعم حاجة ضربه كده هوت مستمر ولو حبيتي تعمليها في الخلاط مش هتقولك لأ هتطلع النتيجة في منتقى الجمال طبعا انا هنزل بالضيق كده شوية بشوية كوباية ونص من الدقيق تمام اعم حاجة يكون العجينة بتاعتك نعمة جدا وما فياش اي تكتلات يعني شايفين انا عاملها بالمضرب اليدوي ولا عجين ولا مضرب كهربائي مضرب يدوي واشتغلت فيه كده حوالي خمس دقايق والنتيجة كانت زي ما انتم شايفين في منتقى الجمال اعم حاجة يكون الضرب كده مستمر شايفين القوام عايزة اوصل للقوام دوت اللي هو اخاف من قوام الكيكة تمام هي هي نفسه عجينة البانكيك بالضبط تمام كده خلطناها كويس جدا ما فياش اي تكتلات ولا اي كلاكية اهي شايفين نعمة جدا وسعيلة هو ده القوام اللي انا عايزة اتوصل له تمام ممكن الجيء بتاعك الكوباية ونص الجيء ما ياخدوش الكوباية السايل ممكن ياخدو اقل ممكن ياخدو اكتر يعني حسب كمية الجيء بتاعك كيف يشرب وفيه جيء لا هو ده القوام اللي انا عايزة اتوصل له تمام طبعا مسحك ده هوت من الزيت ولو ما مسحتيش الزيت برضه مش هيلزق لاني العجينة بتعطي نجحة جدا ومش بتلزق مسحة بسيطة كده هوت من الزيت وهمسحة بالمنجيل للمطبخ يلا كده هوت لو انت عندك كوباية ونص من الدقيق وعندك بيتين هتعملي احلى شوية وافل هيتطلعوا معيكي فيه منتعة الجميع قطعة الوافل دي يعني مش اقل من 20 جنيه لو هتروح تشتريها من برا بجد الحاجة لما بتتعمل في البيت بتبقى موفرة وبتبقى في منتعة الجمال وبتطلع نجحة وحلوة قوي قوي لازم الجهاز بتاعي كده هوت اسخنه كويس جدا وهعمل يعني في كل مكعب كده هوت في كل قلب حوالي مغرفة تمام اهم حاجة اللي انا سويها كويس ما يكونش فيها اي سكوب عشان ما تطلعش كتعة الوافل بتاعي مخرمة اهو بالشكل ده كده انا سويها كويس جدا يعني لازم طالما بنعمل الحاجة في البيت لازم نعملها باتقان عشان تطلع انجح واحلى من اللي بتشتريها من برا والنتيجة زي ما انتو كده كنتو شايفين في بداية الفيديو النتيجة هيلة جدا جدا اهو بالشكل ده كده اما حاجة اللي انا ما خليش فيها اي سكوب انا كده الجهاز بتاعي يعني سخن يعني يضوب خمس دقائق وابصة لقي قطعة الوافل زي بتاعي دخلت في السوا اهو بالشكل ده كده اي انا الجهاز بتاعي اول ما بيبدأ انه هو يدخل في السوا هيديني اضاءة خضرة تمام يعني مجرد دقيقتين كده هوت زي ما انتو شايفين اهو شايفين نجح جدا وطالع هاش ومقرمش من برا وطاري من جوه بجد كانت ريحته رهيبة وطعمه جميل جدا جدا كده خلاص حلوة اوي يعني انا ممكن اختبره لو حبيت احمره عن كده اسيبه شوية صغيرة مش كتير تمام اهو بالشكل ده كده حلوة اوي يعني درجة التسوية كده تمام ومظبوطة شايفين الجمال شايفين الطعامة حلوة اوي اوي ومقلقوش بقى على طعمه بجد النتيجة بتاعته كانت هيلة طبعا اولادنا بتحبه اوي اوي وممكن تروح تشتري القطع دي بمبلغ كبير لأ احنا عملنا ووفرنا ودبرنا وحلنا بق العيال وكده بصوا يعني في منتهى الجمال اي حاجة كده بنعملها في البيت نعملها باتقان وبحب بجد بتطلع يعني احلى من المحلات بتولكى في هات كمان شايفين الجمال يعني مفيش خمس دقايق كنا مخلصين الكمية كون لها ومش بياخد وقت ولا بياخد مجهود ولا تكاليف خالص انا احسابها شوية عشان عايز اللون بتاعها يطلع ذهبي شوية تمام يعني الكوبية ونص دي عملو لي 8 قطع من الوافل شايفين هو ده الدرجة التسوية حاولي ما تقطريش السكر عن معلقة ونص كبيرة عشان لو قطرتي هتبص تلاقيه قبل ما يستوي هتلاقيه احمر معيك وعطاكي لون غامق فكل ما قللتي السكر كل ما كان احسن فهي الكوبية ونص دي عليها معلقة ونص كبيرة من السكر فقط لغير يعني ما تزوديش ولو قللتي برضو ما فيش اي مشكلة تمام كده كده احنا بنحطوله ولا ممكن تحطيله عسل ممكن تحطيله اي سيرب اي طوبين جي من فوق انت حباه ممكن تكليه كده بجدك ان طعمه حلوة قوي قوي اهو كده حلوة قوي اهم حاجة اللي انا ما خليش اي سكوب فيها عشان تطلع متسوية وتطلع حلوة قوي قوي تمام مجرد دي اقتين وهبصة لقيها دخلت في التسوية شايفين الجمال يا ريت بقى لو انت لسه مشتركتيش في القناة تشتركي وتفعلي الجرس على الكل ولايك حلوة كده من ايدك الحلوة وجد اخواتي حبيبي اللي هم لسه مشتركين عندي في القناة شرفتوني ونورتوني وعلى راسي من فوق يعني ده شرفلية كده هوت لما بتدوسي على زر الاشتراك وتشتركي عندي تمام اخر قطعة كده هوت خلاص يعني كده عملولي 8 كده شايفين بقى الجمال شايفين التوفير وفرنا ودبرنا وعملنا كل حاجة حلوة في بيتنا شايفين كده خلاص في منتهى الجمال 8 كطع من الوافل بقى حابة تحطيهم تحطي عليهم سيرب اللي هو السيرب بتاع الشربات بتاع الكنافة حابة تحطي سوسات حابة تكليل كده تحطي فاكهة تحطي نوتيلا حطي اللي تحبيه كله الطوبنج ده بتاعك يعني اللي رياحك واللي تحبيه حطيه تمام وده الشكل النهائي بتاع الوافل بتاعنا يارب طريقتي تكون عجبتك وتكوني استفدتي من الفيديو بتاعي وتكون فيديوهاتي كده خفيفة على قلقك ياريت بقى ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس وفي نهاية الفيديو اقول لكم كده هو تشرفتوني ونورتوني وعلى راسي من فوق طبعا ده سوس الشوكولاتة مع سوس الكرامل مع سوس الفراولة وده الشكل النهائي بتاع الوافل بتاعي يارب طريقتي تكون عجبتك وتكوني استفدتي منها وامي بقى كده هو تطبقيها وعملي شوية وافل فومتها الجمال زي دول كده هو الى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله مع الف مليون سلام موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة